وينضم إلينا من برلين مراسل الغاد يمان شواف يمان برلين واحدة من المدن التي تنظم فيها مسيرات اليوم كيف تبدو حجم هذه المسيرات وكيف يخطط المحتجون لإدانة رئيسي نعم نحن هنا أمام مقر المستشارة الألمانية أنجلا ميركل خلف بعض أنصار النشطاء وأنصار المعارضة الإيرانية الذين يحتجون على تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران ويقولون أنه كان مشرف بشكل مباشر على جرائم ارتكبت عام 1988 وقتل فيها نحو 30 ألف معتقل سياسي كان لإبراهيم رئيسي دور رئيسي في هذه عمليات القتل الإعدام الجماعية هناك بعض المجسمات التي وضعت أمام مقر المستشارية لأحبال المشنقة وصور للضحايا كانت هناك رسائل وهتفات ضد رئيسي وكان هناك أيضا ورقات تقدم بها هؤلاء إلى المستشارية وكذلك قالوا أنها دعوة للاتحاد الأوروبي وهي مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن تلك الجريمة التي حدثت والتي يقولون أن الرئيس الإيراني الجديد دور مباشر في هذه الانتهاكات وفي هذه الجرائم وقالت أنه يجب على المجتمع الدولي أن لا يتعامل مع هذا الرئيس المجرم كما يقولون طبعا والذي ارتكب جرائم حرب وفقا لما يصفونه هنا ويطالبون ليس فقط المستشارة الألمانية والحكومة الألمانية بل المجتمع الدولي بأن يتضامن معهم في تحقيق لجنة دولية تقوم بتحقيق التحقيق حول هذه الجريمة طب يمان مع كل هذه المطالبات هل هناك تفاعل من أي نوع من قبل الأوساط الرسمية في ألمانيا؟ نعم النشطاء هنا أو المحتجون هنا يقولون أن هذه ضمن حملة تتزامن مع عدة دول في الاتحاد الأوروبي وأن هذا الأمر يأتي في اليوم الذي ينصب فيه رئيسي كرئيس رسمي لإيران لذلك تزامنا مع هذا الأمر يأمل هؤلاء أن يكون هناك تجاوب سواء من الحكومة الألمانية أو من الاتحاد الأوروبي أو من المجتمع الدولي أن يتضامن معهم ولو أن هذه المطالب قد تبدو صعبة نوعا ما عندما نتحدث عن كثير من الملفات اليوم يعني الملف النووي الإيراني لكن رغم ذلك يأمل هنا المحتجون على الأقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق دولي مستقلة تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في هذه الجريمة التي حدثت في عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألف معتقل سياسي يقول هنا أنصار المعارضة الإيرانية أن رئيسي كان مشرف بشكل مباصر على هذه الجرائم وعلى هذه حملية الإعدام التي حدثت في السجون الإيرانية شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من برلين مراسل غديمان شواف